المسألة الثانية قال الحرص على العلم ومجالسة الأخيار واستدل بقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين والمفهوم لا تكونوا مع الكاذبين أدي من أسباب حسن الخاتمة بل مناسبة لما الناس على خير تنافق وكونوا أتواصل في مرافقتنا تدعاوا على البر والتقوى ذي من أسباب حسن الخاتمة شكيف صيح البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فلما ذهب إليه قال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال لا فقتله فأتم به مئة ثم سأل عن عالم عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فذهب إليه فقال إني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة قال من يحول بينك وبين التوبة وبينه وبين التوبة ثم نصحه قال إن أرضك أرض سوء القوم للتجالس معاون دي القوم سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله شنو معهم إلى آخر الحديث في النهاية الحديث ما الرجل دمات في منتصف الطريق صحة ولا ما صحة فذهب فأدركته المنية فمات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إلى آخر الحديث المعروف عندكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم هو في البخاري ومسلم فالرجل دم في النهاية ما دعا لشنو عسن الخاتمة بسبب ماذا بسبب صدقه وتوبته وسماعه لموعظة العالم سماعه للحق وبسبب ذهابه للصحبة وفي النهاية مات فأنا بستغرب زول يا جماعة داري يكون مستقيم وصاحبه بجاي بتاع سفة وذا بتاع بنات وذا بتاع أفلام وذا بجاي كيف وذا كيف ويكون فيه نصدل ومستقيم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تفتل بشنو بالمارماه في البعر وقال لهو بماته بشكل مويت فرماه في النص ذي مشكلة كبيرة جدا فإنتج نص الصحبة تكون صالحة زول يكون صالحين بتاعنا فوق ذلك بتاعنا الصوفية ذي لأصبر لي شوية الموضوع ده ما لازم يخش في الموضوع ده ذاته لكن تأصبر لي فالكلام أنا ماذا يرطول عليك لكن إنت لازم صحبة تكون صحبة طيبة صاحب لك زول يذكرك بالله سبحانه وتعالى والله إذا يصلح عليك قلبك ذاته كما قال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى قال دواء القلب خمسة تدبر القرآن وإفضاء البطن أي الصيام وقيام الليل ومجالسة الصالحين والتضرع عند السحر بالليل تقوم تسأل الله سبحانه وتعالى طيب هذا قال دواء القلب خمسة تدبر القرآن وإفضاء البطن يعني الصيام وقيام الليل ومجالسة الصالحين والتضرع عند السحر طيب اشتركوا في القيامة